أقيم في زاخو ملتقى السياحة باستضافة وفد من وزارة الثقافة فضلاً عن ممثلي شركات السياحية المحافظات للاطلاع على المواقع المهمة لتطويرها في إطار دعم القطاع السياحي في دوك ملتقى السياحة في زاخو الذي أقامته دائرة السياحة في المدينة بالتعاون مع هيئة السياحة في إقليم كردستان استضاف وفداً من وزارة الثقافة والسياحة والأثار بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات السياحية في العراق ويهدف عقد هذا الملتقى إلى الإطلاع والتعريف بالمواقع السياحية المهمة ومناقشة إمكانية تطويرها وتسويقها بالشكل الأمثل لدعم قطاع السياحة والاقتصاد هذه طبعاً خطوة ذكية في تسليط الضوء على زاخو وعلى المواقع السياحية المتميزة والمتعددة من حيث الطبيعة الخلابة والجميلة التي تجذب السياح وتشكل رقم كبير في دعم الاقتصاد المجاركون في هذا الملتقى رحبوا بهذه الخطوة والتي من شأنها فتح المجال للصياف في أماكن ومواقع سياحية جديدة سيما مع الحركة الأمرانية المتسارعة التي تشهدها مدينة زاخو نهضة أمرانية حقيقية نهضة سياحية حقيقية لتطوير القطاع السياحي في أقليم كردستان العراق إضافة إلى أنه إضافة نوعية حقيقية للسياحة اليوم هذه المنتجعات وهذه الأماكن السياحية هي تستقطب كافة السواحة السائحين العراقيين اللي يجون لهذه الأماكن الجميلة جداً وبالنسبة أنه كمحافظات أو بغداد شركات العالم شبه ملو من الأماكن اللي صارت يعني كل السفرة نفس الأماكن فهذا الملتقى جداً مهم أماكن حلوة وأماكن جديدة وإن شاء الله فشي مرتب وخدمة الساحة العراقي إقامة هذا الملتقى السياحي من المؤمل أن تكون له مردودات إيجابية في انتعاش القطاع السياحي تزامناً مع عمليات التأهيل التي تشهدها أغلب المرافق السياحية سرايات العراقية الإخبارية من قضاء زاخو ترجمة نانسي قنقر